طبعا في البداية نسألك عن رأيك في قرار الأهلي بالاكتفاء السلاسي مصطفى شبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وعدم التعاقد كمان مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة صحيح يمكن ده آخر حاجة حصلت مفروض أن كان القيدة يقفل يوم 31 يناير الأهلي آخر حاجة فعلا اكتفى بالتعاقد مع وسام أبو علي طبعا كالعيب للفريق الأول وطبعا عمر كمال يمكن دول الصفكتين الأهلي اكتفى بيهم في يناير اللي فات طبعا ولكن مفروض أنه هو طبعا مع إصابة محمد الشناوي الأهلي كان بيبحث عن أكتر من حارس مرمى للفريق طبعا كان أبرزه محمد أبو جبل ويمكن الصفكة بازت في اللحظات الأخيرة اتصف فلان يا عمر زي ما بيقوله ولا؟ محمد الشناوي ولا محمد أبو جبل؟ الشناوي الشناوي آه طبعا مصاب وممكن مش هيرجع عبلي ووسام أبو علي كمان ووسام أبو علي أصيب مبارح في آخر التمرين هو كمل التمرين بشكل عادي جدا ولكن في آخر التمرين اشتكى أنه عنده يعني شد فيه الخلفية وفعلا عمل فحوصات ولسه النهاردة المفروض نتائج الفحوصات هتظهر إصابة اللعب هيكون مدتها قدية ولكن يعني الليبان طبعا هي إصابة خفيفة والأهلي لسه عنده أول ماتش هيكون يوم 16 فبراير يمكن لسه 13 يوم على أول ماتش للأهلي هيكون قدام شبابه لازداد في دورة أبطال أفريقيا لكن آخر حاجة وصلت لي مبارح ومعلومات وصلت لي من بعض الصحفيين المقربين من الأهلي أن الأهلي بيفكر جدام في التعاقد مع محمد بسام حارس سيراميكا كلوباترا الأهلي بيفاوض محمد بسام لأنه لسه قد تمدل حد يوم 6 فبراير هيقفل إن شاء الله اليوم الثلاثة اللي جاي مفروض الأهلي حاليا بيبحث عنه القيد الأفريقي تقفل خلاص القيد الأفريقي فعلا تقفل والأهلي فعلا هيكمل بين مصطفى شبير ومخلوف وطبعا حمزة علاء اللي ممكن بنسبة كبيرة يمكن مش في حسابات كولار طبعا سيرت بقى المواضية دي التجديد العلي معلول كمان والتجديد العلي معلول لسه لحد الوقتي لسه لأن كمان فيه ما فيش معلومة نهائية لا ما فيش لسه معلومة نهائية الأهلي يمكن لسه موضوع اللي عرفوا أن الأهلي ما فتحش بموضوع بشكل كبير في الفترة الحالية لكن احنا بنتكلم على الوقت الحالي لا محمد الشناوي مصاب الأهلي بيبحث عن حارس بديل لي محليا في الدوري الأفريقي خلاص الموضوع يتقفل الأهلي هيكمل بمصطفى شبير كحارس أساسي وحمزة علاء ومخلوف طبعا كحراس احتواطيين لمصطفى شبير لكن محلين الأهلي بفعلا بيبحث عن حارس